في اخر التطورات الميدانية في المدن والبلدات السورية تمكن الثوار من قتل وجرح عدد من عناصر الاسد في كمين محكم وفذوه بالقرب من حاجز بيت سعيد بيئة القرب من بلدة معان بالريف الشرقي في حماه فيما اغارت الطائرات الحربية على قرية تعطان اما في ادلب شن الطيران الحربي والمروحية التابعة للاسد غارة جوية استهدفت مدينة سراقب وبلدات شلخ وازكيك وطعوم وبدامة والبشيرية ما اسفر عن سقوط عشرات الجرحة هذا وشنت الطائرات الحربية اكثر من 14 غارة جوية على حي الوعر بمدينة حمص ادت لسقوط جرحة بينهم حالات خطيرة كما وتم استهداف الحي بقنابل النابالم الحارقة المحرمة دوليا ما ادى لاصابة عدد من الاشخاص بجروح مختلفة وتعرضت احياء درع البلد لقصف بقذائف الهون من قبل عناصر الاسد ادت لسقوط عدد من الجرحة بين المدنيين في ذات الصياق شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت منازل لاحد المدنيين في مساكن الادخار في مدينة الرقة ادت لسقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحة كما شن الطيران الحربي ايضا غارة جوية استهدفت معمل السجاد بمدينة الطبقة ادت لسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحة وتدمير المعمل بالكامل كامل